دعني أرجع وأتكلم عن يسوع المسيح نحن عندما نتكلم الكلام للجميع والكلام لا تحدد فئة معينة للمسلم، للمسيح، لليهود لأي شخص يشاهد هذه الحلقات الشيء اللي بعجبني في يسوع المسيح أنه كان شخص حازم، حاسم ما كان يتأثر بالوضع رغم أنه كادا مرة حاولوا بمراوغة يسقطوا ويشتكوا ويجدوا علة على يسوع المسيح لكنه كان كاملا، كان حازم في كل المواقف تعرفوا يعني مرة يسوع هو رايح للقدس أخذ طريق السامريين في قرى في ضيعة من السامريين قرية رفضوا يعني دخول يسوع من هذا المكان من الغضب؟ يحنى ويعقوب اللي هنا بسموا ابنية الرعد يعني كان عندهم غضب شديد عارم وأصلا كان فيه عنصرية بين السامريين وبين اليهود فقالوا ليسوع المسيح يا رب أتريد أن ننزل نار من السماء؟ ما هو طبعا يسوع عنده كل القدرة يعمل ما يريد بس لم تكن هذه إرسالية المسيح أجاب يسوع وقال لستما تعلماني من أي روح أنتما لأن ابن الإنسان أو يسوع لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل جاء أتى يسوع ليخلص هاي الرسالة رسالة يسوع يعني كان ممكن كان تعتبر إهاني بحق يسوع المسيح ومع كل هذا قال لستما تعلماني هاي مش روح المسيح روح العنف والقتل اللي بتصطحب فيها الكذب والضلال وكله هاي روح شيطانية لأنه اللي بيقتل نفس يعني كأنه بيوقف أمام الله بقوله أنا ضدك مباشرة هاي الفكرة لكن المسيح قال له هاي مش روح المسيح روح المسيح المحبة طبيعة المحبة والنور هذا هو يسوع المسيح وحتى هو على الصليب عم بهينه فيه عم بيصخروا منه وأخد تعرف لحظات أن يقول يا أبتاه وهو على الصليب اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون عم بيصلي للآب بقوله اغفر لهم اغفر مش عم بيعرفوش الشيطان أعمى عينيهن جهال اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون يومي اغفر لهم اغفر لهم ترجمة نانسي قنقر